تعد استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي أكبر حدث دولي على مستوى العالم للبرلمانات وتأكيدا على ما اكتسبته مملكة البحرين من ثقة وتقدير المجتمع الدولي نظير نجاحها في احتضان المؤتمرات والمجتمعات الدولية شهدت مملكة البحرين اجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وسط حضور كبير محاشد من البرلمانات العربية والدولية بالإضافة لعدد من المنظمات العالمية لتجدد المملكة تأكيدها على المكانة المتميزة التي وصلت إليها وقدرتها في احتضان لمثل هذه المؤتمرات والاجتماعات العالمية حيث تأتي هذه الاستضافة ترجمة لمدى تقدير المجتمع الدولي لما قطعته المملكة من خطوات رائدة في مسيرتها الديمقراطية نشعر بالفخر لانعقاد هذه الاجتماعات في مملكة البحرين أرض التعايش السلمي وستناقش اجتماعات البرلمان الدولي مواضيع تهم العالم أجمع وبدورنا سنعمل على الخروج بتوصيات يمكن الاستفادة منها يسعدنا حضور هذا الاجتماع والذي يحمل شعارا مهم تعزيز التسامح والتعايش ويسعدنا التواجد هنا لأن البحرينيين شعب صادق ومتسامح ومتعايش وتعد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى الأكبر من نوعها والتي تقام على أرض المملكة لتشكل الفرصة المناسبة لتعريف العالم بمدى التزام مملكة البحرين بتعزيز التعايش السلمي على المستويين المحلي والدولي نشكر مملكة البحرين على هذا التنظيم وحفاوة الاستقبال وهو أكبر حضور يشهده هذا الحدث منذ سنوات يسعدني أن أكون هنا في هذا الحدث بهذا المكان الرائع في مملكة البحرين لما يشكله من فرصة مناسبة لتعريف العالم بمدى التزام البحرين بتعزيز التعايش السلمي وتكتسب هذه الدورة من الاجتماعات أهمية متزايدة في ظل الشعار الذي تحمله وهو تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة مكافحة التعصب الذي جاء متناغما مع المبادئ الراسخة التي تتبناها مملكة البحرين وتاريخها الحضاري العريق في التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات استضافة مملكة البحرين لمثل هذا التجمع العالمي الكبير ما هي إلا رسالة للعالم أجمع بأن المملكة بلد أسس على الديمغراطية والمحبة والتعايش والسلام وما تحظى به اليوم من مكانة راصخة لدى المجتمع الدولي طالعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين